موسيقى نعود الآن لمناقشة توجيه مزيد من الاتهامات لمسؤولين في اتحاد كرة القدم الفيفا ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع من القاهرة الناقد والإعلامي الرياضي أسامة الشيخ مساء الخير أستاذ أسامة مرحبا بك معنا ما الذي يحصل في هذه المنظمة مزيد من الفضائح مزيد من التهم مزيد من المتهمين نتحدث عن عشرات الملايين من الدولارات بحسب الادعاء الأمريكي الآن هناك 41 شخص وكيان يواجهون اتهامات يتم التحقيق فيها إلى أين تسير الأمور برأيك كابتن؟ أنا أعتقد أن أولا مساء الخير أسامة مهند وأتصور أنه ليس النهاردة ونحن من فترة بنشهد حالة انهيار شامل للفيفا أعتقد أن النهاردة بيكون حلقة من ضمن الحلقات ولكن الفيفا كان قوي من سنوات قليلة وبعدين أصبح ضعيفا ممكن أن نقول في الشهور الأخيرة ثم أصبح ينهار بسرعة شديدة أنا أعتقد أن النهاردة أقدر أقول أن الفيفا انهار بالفعل كمنظمة دولية والانهيار ليس انهيار المبنى أو انهيار المسابقات أو أن الاتحادات الوطنية تغلق وما تبقى فيه كرة قدم لا الانهيار هو انهيار المؤزم المنظومة نفسها لما النهاردة يتم القاء القبض من نفس الفندق الذي تم القبض فيه على سبعة من أعضاء المكتب التنفيذي النهاردة اتنين آخرين يتم القبض عليهم من نفس الفندق وهو رئيس الاتحاد أمريكا الجنوبية وهو رئيس الاتحاد كونكاكاف الأمريكا الجنوبية هم عشر دول والكونكاكاف اللي 35 دولة ورئيس الاتحاد كونكاكاف أنا بصراحة وأنا الرجل اللي بعتبر نفسي متخصص في أمور الفيفا والمتابع لشؤون الفيفا أنا بيتمتلخبت أنا ما بيتش عارف مين اللي ميسك ومين اللي ميش ومين اللي تماسك فتحدث عن الهندراسي ألفريدو بانيجاس بالضبط وبنتكلم كمان على نابوت اللي هو رئيس الاتحاد أمريكا الجنوبية بالضبط يعني اعتقد أن الفيفا فعلا رئيس الفيفا بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي بلاتيني وكله رئيسات الاتحادات القرية هو كده لم يتبقى غير في الاتحادات القرية من القيادات غير أسيا وأفريقيا أعتقد أن أسيا الشيخ سلمان بن إبراهيم هو محظوظ أنه ما دخلش الفيفا مبكرا أنه دخل في الفترة الأخيرة وبالتالي هو ليس مسؤولا عن الماضي إنما عيسى حياته الذي يدير الفيفا النهاردة أعتقد أنه سيكون الرقم واحد المطلوب رقم واحد في الفترة المقبلة اللي هو حاليا يقوم بمقام بأعمال رئيس الفيفا جوزيف بلاتر بحسب الادعاء الأمريكي مزاعم الرشا الجديدة تتعلق أيضا بعدة جولات للتصفيات المؤهلة لبطولات كأس العالم ومباريات دولية والدية ما رأيك في هذا الأمر كابتن أسامة مسألة أنه طريقة اختيار ربما أماكن عقد بطولات كأس العالم القادمة 2018 و2022 تحديدا كما ذكر للدعاء الأمريكي يعني هو لسه عشان ما نتسرعش محتاجين شوية تفسيرات للكلام اللي بيتقال ده مؤتمر صحفي كان لايف يعني أنت كنتوا بيبينوا دي لايف وبالتالي يعني ما ما خدناش تفاصيل القرارات ولكن الجزء اللي بيتعلق بالمباريات الودية وأنا متشاف أنه فيه أي جديد هو شيء معروف هما كان تم كان بيتم وحتى في بطولات كأس العالم بغض النظر عن 18 و22 اللي احنا بنقول لسه ما عندناش دلوقتي لم نطلع على تفسيرات للقرار اللي طلع ولكن البطولات اللي قبل كده اللي انت بتتكلم فيها من حتى 2002 و2006 و2010 اللي كانت في جنوب أفريقيا وألمانيا يعني ألمانيا اللي هي الدولة الأوروبية اللي هي في 2006 لسه الاتحاد الألماني ما زال عكفا على دراسة اللي حصل عنده في 2006 والفلوس وال5.6 مليون دولار اللي دفعوا للفيفا يعني فيه أمور كتيرة جدا ده كل ده وحتى أنا أعتقد أنا من خلال تجربة شخصية يعني منتخب ترينداد وتوباجو اللي كان بيرقوسه جاك وارنر لما كان فيه حتى علشان التصويت على كاس العالم 2010 اللي كان اللي أقيم في جنوب أفريقيا واللي كان بيتنافس عليه مصر والمغرب ترينداد لعبت جنوب أفريقيا وتوباجو لعبت جنوب أفريقيا وأخدت فلوس ملايين لعبت مصر وأتظهر وأخدم 240 ألف دولار ولعبت المغرب يعني وجاك وارنر اللي طلع بملايين يعني هل منتخب ترينداد وتوباجو في كرة القدم قيمته تساوي مثل هذه الملايين اللي بيلعب مع الدول المنظمة وهنا يا مهند أرجع تاني وأقول أن جوزف بلتر مسؤول مسؤولية مباشرة ويجب أن يحاكم رقم واحد لأن كان ترينداد وتوباجو بتلعب هذه الفرق بعلم الفيفا وموافقة الفيفا وهو كان عارف إيه اللي بيحصل بدي أسألك عن تأثير كل هذه الأمور على الانتخابات القادمة كابتن أسامة ولكن قبل ذلك أصارت بعض المشاركات التي جاءتنا على هذا الموضوع كان هناك السؤال طرحنا على مواقع التواصل الاجتماعي ما السبيل لاستعادة الثقة بالمنظمة بعد أن أصبح اسم الفيفا مرادفا للفساد الأجوبة جاءت من بعض المشاهدين زيد خليل يقول يلزم انتخاب وجوه جديدة وشابة لديها طموح من أجل إعادة بناء المنظمة وسام أبي صعب يقول انتخاب الأمير علي الذي أعلن أنه سينشر وثائق الفيفا في حال نجاحه عبدالله ماجد يقول يجب الإعلان عن جميع أرباح منظمة غير ربحية كالفيفا واستخدام هذه الأرباح في سبيل تطوير اللعبة وللأعمال الخيرية أخيرا فتح صالح يقول يجب على الأندية الكبرى تفعيل اتحاد خاص بها للاعتراض على قرارات الفيفا ولوي ذراعها كابتن أسابة ما رأيك في مسألة التأثير على الانتخابات وفرص المرشحين هذه الفضائع أكيد هتلقي بظلالها على الانتخابات وإن كانت العملية الانتخابية نفسها من الصعب جدا دلوقتي أنك أنت برضو نتكهل ونقول هي في مؤشرات عامة في نقدر نقول أن ما زالت المنافسة ما بين الشيخ سلمان وما بين الأمير علي وما بين انفنتينو الأمينة الجياني انفنتينو الأمينة العام للاتحاد الأوروبي وبالتالي لم تخرج عن هؤلاء الثلاثة رغم أن المرشحين خمسة جلوم شامبين ما زال بعيد وأيضو توكيو سكسويل من جنوب أفريقيا ما زال بعيدا ولكن أنا أرجع أقول لك ليه صعب أو أن نحن نحكمها دلوقتي الجمعة اللي فاتت كان نابوت رئيس الاتحاد أمريكا الجنوبية عقد مؤتمر صحفي وأعلن تأييد جاء أمريكا الجنوبية حتضي حزمة أصواتها كاملة لما العشر أصوات لأمين عامل اتحاد الأوروبي انفنتينو طيب النهاردة نابوت تم إلقاء القبض عليه يعني هتخيل أنت من ألقى عليه قبض النهاردة وطبعا كان من الكوميديا يا أستاذ مهند أن الاتنين اللي اتماسك عضاء المكتب تنفيذي النهاردة اللي التهمي وتهم الرشاوة واللي بخصوصهم تم المؤتمر الصحفي منذ قليل دولة كانوا النهاردة حضرين الاجتماعات بيقرروا إيه بينعشوا قوانين الإصلاحات في الفترة القادمة للفيفا يعني حاميها 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 طيب هناك أيضا بعض الأخبار التي ترد كابتن أسامة بحسب الدعاء الأمريكي يقول ثمانية آخرين من المدعى عليهم أقروا بالذنب وسيدفعوا غرامة أكثر من 40 مليون دولار تعليق سريع كابتن أسامة على كل هذه الفضيحة وهل بالإمكان يمكن لهذه المنظمة أن تعيد الثقة ثقة الجمهور بها وجمهور محبي هذه الرياضة أنا أتفق مع قراء كتير كانوا مشاركين في الاستطلاع الذي طرحته وأقول أنه تحت قيادة جديدة وطبعا قدامنا ستكون فيه قيادة جديدة لو الأمير علي أعتبر قيادة جديدة لو حتى الأمين العام للاتحاد الأوروبي رغم أنه برضو مسؤول من سنة 2000 في الاتحاد الأوروبي برضو قيادة جديدة حتى الشيخ سلمان يعتبر قيادة جديدة لأنه هو وافد جديد على أسرة كرة القدم الدولية إنما طبعا حنفضل من هنا لغاية ما تجرى الانتخابات ولغاية ما يتم ترشيح وتعيين هذه القيادة الجديدة حنظل في المؤتمرات الصحفية والأخبار سيئة السمعة وأنا بقولها لك بأمانة أستاذ مهند أنا أتصور أن الفيفا حاليا هو انهار بالفعل يعني اللي حصل هذا النهار وحتى المؤتمر دلوقتي ده وما سيحصل خلال الأسابيع القليلة القادمة أنا أقول المبنى لم ينهار ولكن المنظمة انهارت شكرا جزيلا كابتن أسامة الشيخ الكاتب والناقد الإعلامي الرياضي كان معنا مباشرة من القاهرة